أعلن برنامج الأغذية العالمية أن أهالي غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نتاق أوسع وأوضح البرنامج أن توفر المياه النظيفة يشكل أيضا تحديا كبيرا مضيفا أن كملة الشحنات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة أولى لا غذاء ولا ماء ولا وقود ولا مستلزمات طبية هذا هو حال قطاع غزة بعد نحو أربعين يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي طال البشر والحجر وحول الحياة في غزة إلى كابوس لا يطاق برنامج الأغذية العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حذر من أن جميع سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وأن مخاطر طبية وصحية عديدة بادت تواجههم في ظل عدم قدرة سكان القطاع المحاصر على الحصول على الطعام الصحي والمياه النظيفة واستطعت للمرافق الأساسية الأخرى البرنامج يرى أيضا أن أهالي غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع نظرا لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية مما يضعف جهازهم المناعي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء المواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاذ بينما أغلقت المخابز أبوابها هكذا حذر برنامج الأغذية العالمي لافتا إلى أن توافر المياه النظيفة يشكل أيضا تحديا كبيرا فيما أشرت الأمم المتحدة إلى أن جملة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة أولى ودفع غياب الخدمات الأساسية في القطاع السكان إلى أساليب بداية في التنقل وفي تأمين وسائل الطاقة ناهيك عن تهديد جديد يواجه النازحون الذين يعيشون قصة عنوانها الفرار من القصف الإسرائيلي نحو واقع تنعدم فيه شروط الحياة وهو انتشار الأوبئة بشكل مؤكد في ظل اقتراض المخيمات والملاجئ بالأشخاص حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي إلى جانب عدم توفر المياه النظيفة للشرب مما يجعل الاستحمام من أمور الرفاهية في واقع صحي يزداد سوءا يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر